السلام عليكم ورحمة الله أنا عندي مشكلة اجتماعي أسرة أمر اكسيدون ترافاي في حاسيم سعود مع شركة الهندسة والبناء فرع صونة راك المشكلة تعيص راتلي في اليد اليمنى في عام 2014 مازلني المشكلة تعيص معها لحدنا اليوم المؤسسة هذه أخوات لحد الساعة مازل مدت حقوقي من ناحية المؤسسة وطبيب المؤسسة تعني منصب خفيف منصب الخفيف هذا وهما رفضوه لرفض وطردوني طرد تعسوفي ما هي أول خطوة درتها بعدما تعرفت إلى هذه الحالة بعد الخطوة الأولى وطبيب المؤسسة لأستمر منصب الخفيف المستشفى في حاسم سعود وقد أعطوني السبعة أيام اللولا السبعة أيام الأولى سبعة أيام عدو وطبيب المؤسسs ونتبع معه طبيياً وبعد لحقت مدة ستة شهر لطندو جاتني في اليد اليوم وما زالني مضرورة لحدنا اليوم في الطندو جاتني كي طاني طبيب منصب خفيف ورحت لطبيب المؤسسة اديت له المنصب اللي طاوه لي كي دوني الطبيب داني داني طبيب للجنة الطبية في حسيم سعود وعطوني المنصب اللي قرأت بمدة ثلثة شهر وقالوا لي بعد ثلثة شهر إلا شفناك رياحت هكنا نردوك للمنصب التاعك الأول وإلا شفناك ما زال نزيد ونطولوك المدة وبعدها في هذيك اليوم بدات خرجني المدير المؤسسة بطرد تعسوفي ما عرفتش هذيك الحالة لحدنا اليوم ما عرفتش الضربة اللي كيفاش كان يسنا فيها ولا كيفاش مفهمتش عنها مهنة تعي مهنة تعي إنه مهنة ثقيلة وهي مهنة ميكانيك يدروليك ميكانيك يدروليك هذي اليدروليك هي كلها ثقيلة ومن بعد أولد كين نروح أي مؤسسة أخرى كما مراها بعد زلت روحة الأنابيب في الغاية زلت الضرر أنت كنت أكيد توجهت إلى القضاء كما هي نتائج القضية على مستوى القضاء وكانت مفتشية العمل أعطتني استدعاء استدعاوني وبعد من مفتشية العمل رحت لعند مع المؤسسة في مقابلتهم رفضوا لي المرة الأولى والمرة الثانية داروا أعدم المصالحة وبعد أعدم المصالحة وبعد أعدم المصالحة رجعت للقضاء القضاء أعطوا لي نسبات 10 ملايين 10 ملايين أنا اقتنعت بها 10 ملايين وقالوا لنا هذه هي المشكلة ثم لم أعرفت ما رأيكا تعويض أو الأشهر التي كنت فيهم مشكلة فيها أو التي كانت التأسوفي لم أفهمت أن ما رأيكا كانت توجهت مفتشية القانونية وتوجهت لهم وقالوا لي أن أفهمت أن هذه 10 ملايين يوضحوا لك أن تكون 10 ملايين تعويض وللطرد ما توجهت لهم توجهت لهم وتوجهت لهم ومع حسنا بعدما تكشفت ما يوضحوا لي وما أفهمت وما توجهت وأنتبع فيهم ونحوص عن الخدمة وفي حالة 10 ملايين سأتقبلت لمدة 10 ملايين انتقبلت لأن أن نتبع فيهم نبقى نتبع فيهم الطالب انتاعي انه نرجع للمنصب بغاء منصب خفيف ولا المنصب التاعي في المؤسسة انتاعي مشي شرط حاسيم سعود ولا مشي شرط المهم نرجع للمؤسسة اللي انضريت فيها اول الضرر انتاعي والرسالة اللي نوجهها السيد الرئيس تبون وراني بعث له اللي قريتها في الصفحة انتاعي اللي بعثتها له واني طالب زد المندوب للرئاسة وزد طالب التاعي طالب باش نرجع للمنصب التاعي منصب خفيف ولا منصب اللي كان مهم نرجع للمؤسسة فيلياس ونطراك المؤسسة التاعي نعود نرجع لجان ضريت فيها وما صبت مؤسسة اللي تلاويني كمؤسسة الاولى انتاعي اللي انضريت فيها هذه اللي راني نحوس عليها انتاعي ما لنحوس لحتها جخرة